اختيارات كلها للصفقات اللي محتاجها في يناير وحقيقة كبري امام عشور لانتقاله للاهلي ومتى سيتم غلق قناة الزمالكة التي تخطط كل الخطوط الحمرة والخضرة والصفرة واللي انت عايز تقوله قوله حلقة بيها من المشجع هنتكلم فيها عن ما يحدث في الساحة المصرية او في القرى المصرية باختصار في النقط اللي انا قلت عليها وتعال هنبدأ وابل ما نبدأ منساش تعمل شير وتعمل كومنت وتعمل لايك واتتابعني على قناة اليوتيوب ولكن خليني اقول لك بداية كده ان مستر كولر بعد ما جاب الجهاز الجديد اللي بيساعد على تدريب اللعيب على ضربات الرأس وده اندل بيدل على ان الراجل ده جاي يشتغل الراجل ده مركز في كل تفصيلة الصغيرة قبل الكبيرة خليني اقول ان الراجل حدد الصفقات اللي هو محتاجها في يناير او بلغ الادارة بان هو محتاج ايه من الاجنحة او من المهاجمين الراجل حدد الراجل حدد لكن خلينا اقول لك ان الراجل بعد ما حدد اي حد هيطلع يقول لك الراجل الكزا او في اسم كزا والاهلي بيتفوض مع كزا هو بيكتهد يا بيكتهد يا بيقلف من الاخر يعني يعني من الاخر هيطلع يقول لك تلاتين اربعين اسم واللي يضرب فيهم يطلع يقول لك انا عملت الصدق غير كده مفيش محدش يعرف محدش يعرف محدش يعرف الاهلي بيتفوض مع مين? الا الولايلين جدا والولايلين جدا دول والقسمية القليلة جدا دي. اللي تعرف مش هتطلع تتكلم دلوقتي ومش هتقول ليه? احتراما لإدارة النادي الأهلي احتراما ليه مرحلة التفاوضات الناس دي مش هتطلع تتكلم. من الاخر. الناس دي هتقول زي مين? هقوللك زي مي? هقولك زي همد أسابا. الناس دي تعرف وعارفة. وعرفة ايه الصفاقات وعرفة ايه تفاصيلها لكن انا بقولك الناس دي مش هتعلن والناس دي مش هتتكلم ومش هتقول لان مصلحة الاهلي عندها اولا دي حقيقة لازم نقولها طيب اي حد بقى تاني هيطلع يقول غير الاسامي دي هقولك بيهبد من الاخر او بيكتهد نمشيها بيكتهد يعني طيب هل كلر حدد كلر حدد مين محطة طيب هل قصة المفاوضات مع عمر سيني ورجع التاني اجتهد لان انت لو بصت للموضوع اصلا النادي الياباني اعلن ان هو مش هيتنازل عن اي حد من صفقاته الموسم ده فيبقى الموضوع صعب طيب هل الاهلي بيتفوض في ده حاليا محدش عارف واللي هيقولك زي ما بقولك بيكتهد بيكتهد دي حقيقة الامر او خلاصة القصة بتاعة كلر والصفقات والتدريبات لكن كلر خلينا نقول ان احنا لغاية دلوقتي بنتكلم في راجل بيركز في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة راجل ماشي على خطوات سابت راجل انا بقولك اهو هتشوفه معاه نسخة ان شاء الله باذن الله لو يعني ربنا قرم بعد قرم ربنا انه قدر يطبق وينفذ كل افكار ويطور كل الاشكال اللي هو عايزة من اللي عايز زي ما هو عايز هنشوف نسخة مرعبة من النادي الاهلي هنشوف نسخة مرعبة من النادي الاهلي ومتهيق لي فوز الاتحاد المنستيري برا وجوه على ارضه وداخل مصر بتؤكد بالنتيجة دي وبفوز الاتحاد المنستيري على نهض بركان حمل اللقب الكونفدرالية وبطل السوبر وبطل السوبر اللي كسب الوداد بطل افريقيا اللي كسب الاهلي بالقصة اللي عارفنا والجواب اللي اتخبى اتحاد المنستيري بيطلعوا من البطولة الكونفدرالية وبيخليه ما يوصلش حتى لدور الستاشر ده انبال يدل على كولر اللي كل في مطشاته زي ما شفناها عارف بيستخدم عناصر ايه عارف بيشارك مين ما بيشاركش مين وشفنا ده انا بالنسبة لي شفت خططه التكتيكية في اكتر من مباراة في كل موقع تلعبها الراجل ده بيتكلم تكتيك ومعاه لعيبة بتقدر تنفس ده بداية من اللقاء الاتحاد المنستيري نهاية باللقاء الزمالك اللي خد فيه على وشه 2-0 وكان تتوجي الاهلي بالسوبر المصري كنا نقولي ان دي الجمعة التانية على السوبر ده والجمعة 102 على القضية ممكن الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم فيها وهي قصة امام عشور قصة امام عشور انا كنت اطلعت الكلمة من فترة امام عشور قال ضهري بيوجعني ووسط بيوجعني قبل ما طاهر يلمه يعني قبل لم الطاهر وساعتها فريرة ما كانش عايزه ينزل وبعين ما لعبش مطش او مطشين مع الزمالك وتم استبعاده وساعتها طلعت قلت ان امام عشور بيطالب بتجديد عقده وان هو عايز ياخد ارقام ذات طبعا كان عادة جمهير الزمالك داخل يتهجمت وشتمت وإلحق وانتوا بتقولوا بتألفوا وبتهبدوا لغاية الى ان وصل الامر ان امير مرتضة منصور نفسه طالع بيقولك ان اللاعب عنده بعض من المشاكل في ان هو بيتدلع وبيجي متأخر وبيجي بدري ومش عارفين شو عادة مشاكل كده غير ان هو محتاج ان احنا معانا مفاوضات معاه في قصة تغيير او تجديد عقده وان هو عايز عقده يتغير يعني قلنا الكلام ده ولكن جماهير الزمالك زي ما بيقولك يعني هي ما بتصدقش غير اللي بيدهم الاوانطة طول ما انت بتديهم في الاوانطة احنا بتوعك طول ما انت بتديهم في حاجات فيها تخفيل احنا بتوعك لكن تديهم حقيقة يا يجتمك يا يهجمك ويستخدم نفسه اسلوب رئيسنا دي لان زي ما قلنا هم لايقين جدا على بعض ان كان ادارة او جماهير فعلا هم احنا في حجبة زمنية بتقول ان الاجواء العامة دي بتقول ان ده نادي وده جمهور لايقين جدا على بعض كما يقال يعني او كما نرى من الحقيقة فامام عشور دلوقتي هم معاد قصة تجديده ولكن خليني اقولك الجديد الجديد ان امام عشور مش قادر يوصل معاهم او مش قادر يوصل معاهم لاتفاق يرضي من الرقم اللي هو عايزه في تجديد عقده لان هو لعيب بياقوب بنتاتة الاربعة مليون في الموسم وهو شايف ان انا لعيب منتخب وشايف ان انا لعيب دلوقتي من اهم اللعبة في الزمالك وخياروني ان ده حقيقة امام عشور من اهم اللعبة في الزمالك ومن اللعبة اللي بيعتمد عليها الزمالك في خطته وانا بشوفه من اهم اللعبة في الزمالك او من اللعبة المؤثرة في نادي الزمالك وانه لعيب عنده خامة كويسة ويعتمد عليه وبدليل انه بيلعب في المنتخب وفعلا لعيب مؤثر في الزمالك طيب هل امام عشور جاي الاهلي؟ لا هل الاهلي بيتفاوض مع امام عشور؟ لا هل النادي الاهلي حصل ما بينه وما بين امام عشور اي تفاوض لا هل امام عشور هيسافر سنة او سنتين ويرجع منه مع الاهلي حتى وقتنا هذا لا طيب ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان كالعادة امام عشور او وكيل اعماله وقرر انه هو يلعب اللعبة دي يضغط على نادي الزمالك وعلى جماهين نادي الزمالك بالقصة بتاعت انه الحق ده الاهلي عايزه ده الاهلي هيطلعه كبري ويرجع تاني على النادي الاهلي طبعا القصة دي هتخلي نادي الزمالكة تفوض بالرقم اللي عايزة امام عشور فمن الاخر دي اخبار طلع من وكيله طلع منه هو شخصيا ولكن الاهلي ملوش اي علاقة بالقصة دي ولا طرف في الموضوع ولا متدخل في الموضوع امام عشور انا بقولك اهو هيجدد للزمالك هيجدد للزمالك ولكن اللي بيحصل ده بيحصل بس من باب انه ياخد الرقم اللي هو عايزه من باب الضغط لان هو زي ما نادي الزمالك لعب مع لعبة انتو عارفين طبعا ادارة الزمانة بتاعب دايما اللاعبة بتاعت انه يسلم اللاعب للجماهير يعني زي ما احنا برضو طلعنا الحمد لله وطلعت قلتي انا في المشجع ان طرق حمد بيتمارد وان طرق حمد ماشي والناس برضو طلع الشدمت وهجمت ومش بناش حد بعد كده طلع اعتذر ولا انا آسف انت كنت صح محدش عمل ده ولكن مش مستنيين منهم ده ولكن خلينا نقول ان ساعتها بعد كده في الاخر بقى لما طرق بان انه هو مش هيمضي فسلموا للجماهير نفس الكلام بيحصل مما معشور مسلمينه للجماهير ده بيعمل مشاكل ده ما بيحضرش ده لون شعره ده مش عارف مين ده تصرفاته ده بيجي متأخر ده بيتمارد بحيس ان هما يضغطوا على اللاعب من في وسائل الاعلام طبعا زي ما انتو عارفين على عكس ما يحصل في الاهلي في الاهلي بقى يتم مهاجمة الادارة ازاي لعيبة زي ياتر ابراهيم وزي ايمن اشرف وزي الشاحات لغاية دلوقتي الاهلي ما فوضهمش وما جددهمش ده الممكن يمشوا ده الممكن في يناير يمضوا ببلاش نهاجم الادارة لكن في الزمالك نهاجم اللعيب ما نهاجمش الادارة الادارة صح الادارة جميلة لكن اللعيب هو اللي عنده المشكلة ليه عشان نضغط عليه ونسلمه للجماهير فاللعيب قرر يلعب نفس اللعبة وقرر ان هو يضحك عليهم بقصة ان انا رايح الاهلي او الاهلي عايز تفاودني او الاهلي يطلعني كبري عشان يجروا يلحقوه عشان ما تكونش ضربة جديدة وقفة جديدة لمجلس ادارة الزمالك ولكن احنا بس حبينا نوضع حتى وقتنا هذا الموضوع ده ليس لها اساس من الصحة عشان لما انا معشور يجدد للزمالك محنش يتلعي يقولك شفته قدمنا الاهلي لا انت لقاتهم الاهلي ولا نيله هو لعيبك اصلا وانت بتساوم وهو بيساومك دي قصتك مع بعض يعني دي حفلة عيشوها مع بعض المحنش ادورها مع بعض الاهلي لطرف والاهلي مع كم الاحترامي لakers والزمالك ومع كم الاحترامي للجميع مش في حاجة لده انا بديك على وشك وعلى عينك في وجود امام عشور وفي وجود فرجاني وبجود بن شرقي وبوجود طارق وفي وجود حزم امام وفي وجود عبد حيم علي وجود جمال حمزة وكل كباتنك التاريخية من اول ما اتخلق التاريخ لغاية النهاية انا بديك على عينك بالستة منهم الستة صفر اللي انتو اه يعني عارف ان الموضوع ده عامل حالة صياح شديدة عند جماهير الزمالك والحقن ازاي كذبونا ستة صفر سنة الف تعملية خمسة وعشرين فانا بقول لك يعني انا كده كده كذبك ستة واحد وانا شايفها بعيني يعني لو انت عندك مشكلة في الستة صفر فانا بديك ستة واحد وانا كلنا حضرينها سلاموا عليكم صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم الهدف الاول ردة شحاتة دي كلنا اذا احنا حافظينها شفناها شفتك وانت بتاخد خمسة ثلاثة اه الحق جيبيتسو موسيمانيا بكافر ايه وصغير شفناها شفتك وانت بتاخد اتنين واحد في القضي ممكن شفتك وانت بتاخد اربعة اتنين في كاس افريقيا في المجموعات كعب ابوتريكا وشوطة وليد سليمان يعني شفنا اه كلام كتير جيء اسف العكس كعب وليد سليمان وشوطة ابوتريكا فده حاجات احنا حزرناها وشفناها فانا مش محتاج ارجع لخمسة وعشرين عشان احفل عليك انت كده كده حفلتي انت كده كده زبوني ايه ده يعني انت زبون دائم فمتدايق متدايق ان اتضافت نتيجة ستة صفر طب الكلام ده على فكرة موسطة والكلام ده داير من الفين وسبعتاشر تم نشر الوصائق دي ولكن برضو مش قصتنا الاساسية انا بس حبيت اوضح ان الاهلي مش طرف قصة امام عشور عشان الكيلة والقال يعني طيب اخر حاجة بعدين نتكلم فيها هي نقطة سريعة جدا وهي نقطة قناة نادي الزمالك ما حدث عن قناة هادي الزمالك مبارح تعدى كل الخطوط وانا بسأل الاستاذ قناة وبسأل الدولة وبسأل كل الناس حتى لو مرتضى كلنا عارفين ان هو بيتم استخدام رئيس نتيجة زمالك كه كانت من الكروت وان هو بيتم استخدامه ان كان رياضيا او سياسيا او ان هما ليه دور يعني الدولة بتستخدمه في دور ما ما عمديش مشكلة ومش قصتي ومش نقاشي ومش ده اللي فريق معي ولكن اتمنى ان انتو تفهموا ان الدور كده بهوى وان الموضوع كان صعب جدا لان اللي حصل عقناة مبارح مش فكرة ان احنا بنطلع نخلي الناس مشغولة فالقورة او نخلي الناس بتتخانق مع مش عارف مين لا اللي حصل ان بارح ده تخيل ان انت تبقى قاعد بتتفرج على حلقة كل اللي بيحصل فيها هو سباب وشتائم والفاظ جنسية وتعبيرات جنسية وكل اللي انت عايز تقوله قوله ان بارح ده حصل على الهوى لدرجة ان حتى ثبت دين حصل ان بارح يعني حتى ثبت دين حصل ان بارح انت متخيل انت متخيل الموضوع وصل لان بارح اه الموضوع ان بارح وصل لكده وانا بس عندي تعقيد بسيط مهم هو كان كل ما يتكلم على حاجة او كان بيعرف بعض الحاجات لبعض الناس اللي هم بيحاولوا يهجموا مصر او يهدموا استقرار مصر وكان بيهاجمهم ما عنديش مشكلة لو ده دوره ما عنديش مشكلة في ده تماما ولكن انا مشكلتي بحاجة تانية خالص ان هو كان كل ما يعمل ده فييجي في النص يقول لك ايه انا ما بدفعش عن رئيس الدولة لان انا على اخري انا هنا الجرد دي دقيت حوالي مثلا اتناشر تلاتاشر مرة في الساعة انا شبتال انا نمت انا سقطت وراحت عليها نومة وانا قاعد بفرج عليه اه فهو اكتر من اتناشر تلاتاشر مرة سأل يعني قال لي الجملة دي انا ما بدفعش عن رئيس الدولة لان انا هنا ومش عايز اتكلم انا هنا ومش عايز اتكلم فهو السؤال هو بيعاني الدولة بايه وماسك ايه على الدولة بيقول انا هنا ويقصد ايه بانا هنا ويقصد ايه بانه هو هل هو ماسك شيء معين على الدولة فهو آآ بيتكلم بالطريقة دي وعارف انه محدش هادر يقفل انه عنده مشاكل وهو دايما بيسأل سؤال بيسأل مين اللي في ظهر محمود القطيب وممضوح عباس مين اللي بيحميهم هو السؤال مين اللي بيحميك يا فندم هو انت مين اللي بيحميك وبيحمي قناتك انت بتهرج قطيب مين اللي بيتحمي وممضوحها بس مين اللي بيتحمي دي ماز بتتشتم في اعراضها وفي اهليها وفي سمعتها وفي نديها وفي ماهرها. وفي اهل بيتها. وحضر لك قاعد على القناة بتشتمهم وما فيش اي مشاكل. انت مسغون. انت بحكم عليك حكم بالسجن. ولم يتم تنفيذه. والناس دي بتشتم. وبتتهان تاني. تاني. وتالت. وانت قاعد. انت قاعد بتطلع على قناة لايف. بتطلع على قناة بيفرج عليها الناس لايف. انت بتروح تقابل وزير الشباب والرياضة عشان تتفق معاه. على ان انت بقى الجدول ديول للزمالك. على ان انت تاخد حاجة من الوزارة عشان تنقذ الزمالك. ان هو يضغط لك على ممضوع حباس. بتروح تقابل وزير الشباب والرياضة وقابلة رسمية مع وزير الشباب والرياضة وانت شخص هارب من العدالة وعليه حكم بالسجن. وتقول لي مين اللي بيحميهم? عمل مين اللي بيحميك? ومين اللي بيحمي النادي ده? مين اللي بيحمي النادي ده? ومين اللي بيدخل الشكل ده على عياننا? احنا ازاي نبقى عادين والله اني مبارح قاعد بسمع ومسك الرمود بقى بنتي صح يا بقى بسمع الرمود. يشتبق اجراء بقى الحق اوطي. الحق اوطي. بقى قومي بقى قومي. وعودي في قضة تانية ما يعني مهما تخيلت بيهاجم الخطيط بيهاجم ممضوع حباس بيهاجم شبير بيهاجم الناس. لكن المبارح كم من الالفاظ مش ممكن. مش ممكن. لو انت فتح قناة في الشارع في الشارع. لو انت في شارع كده وانت فتحه وبدكاله على بيتك مش هتسمع كم الالفاظ والسباب. اللي اتقلم بارح. كل الالفاظ. كل اللي انت ممكن تتخيله ما تاخلق. بقولك حتى سبب الدين اتقلم بارح. ففينا يا جماعة? فحتى لو الراجل ده بيستخدم اكيد ما بيستخدمش بالشكل ده. اكيد يعني هيطلع اه يهاجم الناس دي ويعمل وده دوره ماشي. بس برضو راعوا الفاظه اللي خرج علينا. انا مش مش قادر افهم ما تقالتش. ما كل المزعين السياسيين قتلك شو بيهاجموا. وبينتقدوا الناس دي ما عندناش مشكلة. لكن ما حدش فيهم بيطلع يقولهم يا ولاد ويا ابني ويا اللي انتي. ويا اللي يعني يا جماعة اللي تقالي امبارح. انا فعلا قناة ازدى مالك امبارح. انا اعتقد ان دي قناة المفوت تتحزف من على الفضائية المصرية. يعني مفوت تتحزف من على النايل ساقت. مش تتقفل. مش تتقفل. وطبعا وكالعادة لازم نزوج اسم الخطيب وممضوح عباس وان هما ونربطهم وفي الاخر برضو انا عندي سؤال. كل شوية لما يجي اسم الريض انا ساكت انا هنا. او اين اللي انت هنا? انتو ازاي? انتو مفروض يطهروا الدولة. انت اهر الدولة فين? هو انت صح في احنا يطهروا انت تطهير الدولة ولكن اول شخص او مفروض يتم تطهيره من الدولة هو حضرتك. هي الدولة اصلا اول شيء يطهروا ان انت تبقى مش موجود. مش موجود. مش موجود على الساحة. خالص. انت قلبتها مش رياضة. دي بقية خناقة. دي تعدد مرحلة الخناقة. اعتقد ان احنا محتاجين وقفة ومحتاجين توضيح من الدولة. ايه? اللي مخليكو سكتين? ومين اللي بيحمي? ومين اللي بيحمي قناة الزمالك? شكرا ليكو وشكرا لمتابعيكو وان شاء الله بازن الله اشوفكو في حلقة جديدة من المشجأة. سلام.